مساء الخير تجمدت الحلول في العروق الحكومية بيئيا وسياسيا وباتت مهمة الدولة طمر حزب الكتائب بأي ثمن ومحاصرة النائب سامي لجميل بما ارتكبه اعتصامه وتأليب الشارع المتني عليه بعد خنقه بالنفايات حرب عصابات الدولة باتت تخوضها على المكشوف ضد من تجرأ على مافيات العفن السياسي والبيئي والمناقصات والتلزيمات والمطامر وردم البحر لكأن السلطة تقول للمعترضين اشربوا من ميت البحر فلي تعاظم احتجاجكم فأضخموا حراك أجهضناه جمهوركم أصبح لا يعبر إلا افتراضيا وشبابكم بدأ يلجأ إلى الانتحار وأي أن تكون الأسباب التي دفعت ابنة الربيع اللبناني نورهان إلى وضع نهاية لحياتها فإن الشابة الثائرة التي عرفتها الساحات وخراطيم المياه رحلت من دون أن تحاسب من دون أن تكحل العين برؤية مسؤول خلف القطبان وحدها نورهان تعرف أسباب رحيلها الذي ووري معها في الثرى لكن الشباب اللبناني يحتفظ لنفسه ببقية الأسباب التي تدفع المواطنين إلى اختيار التهلكة أو الهجرة غير المتوافرة أو العيش في ظل موت بالتقصيد يلاحق المرضى على نوافذ المشافي أمام حالة الموت السريري تدخل السلطة غرفة العناية الفائقة في لجنة المال غدا التي تستدعي البلديات إلى جانب المعنيين السياسيين في الملف البيئي التيار الوطني أعطى ميثقية للاجتماع وقرر في المقابل الطعن في قرارات الحكومة لدى مجلس شورى الدولة الذي يبدو في ذروة نشاطه هذه المرحلة وآخر إنجازاته الطعن في مناقصة الميكانيك ترجمة نانسي قنقر